أكد سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أكد أن مملكة البحرين بأتت اليوم مع بنية المواصلات والاتصالات المتطورة والتي تربطها بالعالم ونظرا لموقعها الاستراتيجي مهيئة لإنجاح مبادرة طريق الحرير الجديد والتي تحمل اسم حزام واحد طريق واحد راجيا أن يكون للمملكة والصين دورا بارزا فيها وقال خلال كلمة لا ألقاها على هامش أعمال منتدى البحرين شنغن إن توجيهات القيادة الرشيدة كانت واضحة في تفعيل شراكات متبادلة بين البلدين عموما والمدينتين خصوصا والتي تعد ترجمة لتطلعات القيادة في جعل عاصمة البحرين بوابة الصين على الخليج العربي وجعل مدينة شنزن بوابة الخليج على الصين وقال إن مملكة البحرين تحرص على استقطاب الاستثمارات الخارجية من خلال التركيز على عدة عوامل هي التنافسية والاستدامة وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل مستغلة ما تمتلكه من إمكانات إلى جانب انخفاض تكاليف المعيشة والإقامة لتكون سوقا واعدة لست وثلاثين مليون نسمة في منطقة الخليج وأربعمائة وأربعين مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يذكر أن هذا المنتدى يأتي على هامش زيارة وفد مكون من عدد من الجهة الحكومية والخاصة لمدينة شنغن بجمهورية الصين الشعبية برئاسة محافظة العاصمة في إطار جولة ترويجية ينظمها مجلس التنمية الاقتصادية وتهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الاستثماري بينهم